رجل الثقل السياسي في مجلس الشيوخ زعيم الأغلبية ميتش ماكونل يقر بفوز جو بايدن في الانتخابات ويحاول قطع الطريقة على محاولة الرئيس ترامب الأخيرة في الاعتراض على فوز بايدن عندما يصوت الكونغرس في السادس من يناير ماكونل وبحسب روايات عدة اتصل بعدد من المشرعين الجمهوريين النافذين لمنع أي اعتراض على نتائج الولايات المتأرجحة وضمان المصادقة النهائية على النتائج أريد أن أهني الرئيس المنتخب جو بايدن وهو ليس غريبا عن هذا المجلس فقد وهب حياته للخدمة العامة لسنوات طويلة الرئيس ترامب سجل امتعاضه بتغريدة داعيا الحزب الجمهوري إلى القتال وعدم التهون بإقرار هزيمة مبكرة بينما يواصل البيت الأبيض الحديث عن استمرار الدعاوة القضائية وكأن المجمع الانتخابي لم يصادق على فوز بايدن الرئيس لا زال منخرطا في دعاوة قضائية متعلقة بالانتخابات وتصويت الأمس كان خطوة واحدة فقط من العملية الدستورية جدار الجمهوريون في المجلس بدأ يتصدع حيث عقد السناتر رون جونسون جلسة استماعا لمحامي ترامب والمدعي العام السابق كينيف ستار لتقديم حجاجهم حول التلاعب بالأصوات وهو أمر يراه ما كونال غير ضروري وقد يؤثر حتى على حضوض الجمهوريين بالفوز بمقعدة يجوجة أما في مجلس النواب فهناك تأييد أقوى للرئيس ترامب من قبل النواب الجمهوريين بقيادة كيفين مكاثي ما يعمق الخلافة بين المجلسين نادية البلبسة العربية ترجمة نانسي قنقر